أعلن مسؤولون برتغاليون اليوم أن أكثر من خمسين شخصا لقوا مصرعهم جراء الحرائق التي اندلعت في غابات وسط البرتغال وفيما لا تزال جهود رجال الإطفاء تتواصل لمكافحة النيران وصف رئيس الوزراء البرتغالي الحرائق بأنها أسوأ مأساة تشهدها البرتغال منذ عدة سنوات في واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها البرتغال منذ سنوات قتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء الحرائق التي اندلعت في غابات وسط البلاد وعلن وزير الدولة البرتغالي للشؤون الداخلية صباح الأحد ارتفاع حصيل الضحايا الحرائق العنيفة في منطقة ليريا إلى 43 قتيلا وتسعة وخمسين جريحا واندلع الحريق بين الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت وحاصرت النيران عددا من الضحايا في سياراتهم بينما كانت تسير على طريق غريب وقال وزير البرتغالي إنه من الصعب معرفة ما إذا كانوا هؤلاء الأشخاص فهرين من ألسنة اللهب أو أن النيران حاصرتهم مشيرا إلى أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة وبطريقة لا يمكن تفسيرها وطالت عدة قراء وكان المسؤول نفسه قد أعلن في وقت سابق مقتل 39 شخصا في الحريق الذي تم حشد نحو ستمية رجل أطفاء ومئة وستين آلية ليل السبت الأحد لمكافحته من جهته قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن هذه الحرائق للأسف تبدو أنها أسوأ مسات نشهدها في السنوات الأخيرة في حرائق الغابات ويرى الكثير من المراقبين أن الحصيلة النهائية للحرائق ربما تكون مرتفعة نظرا لشدة الحرائق ولوجود العديد من الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين